كانت ليلى علوي حريصة طول عمرها انها تبعد حياتها الشخصية عن الاضواء عشان كده عدد كبير من جمهورها ما يعرفش اي حاجة عن اسرتها طب مين هو والدها ومين والدتها الاعلامية وليه ليلى كانت سعيدة من فصال والدها وولدتها وليه اكتأبت بعد رحيل والدها ومين هي اختها الوحيدة اللي اشتغلت في الفن للفترة وايه قصة ابنها بالتبني كل ده هتعرفوا معانا في الفيديو ده اتولدت ليلى علوي يوم 4 يناير سنة 62 والدها مصري اسمه احمد علوي وكان بيشتغل في شركة مصر للسياحة والدتها الاعلامية السالة وهي يونانية من جزيرة اكاريا والليلى اخته وحيدة اصغر منها اسمها لمياء انفصل والده والدت ليلى علوي وهي عندها عشر سنين وتولت والدتها تربيتها هي واختها لكن علاقتها ما انقطعتش بوالدها وقالت ليلى ان هي واختها ما تأثروش بانفصال والدهم عن والدتهم لانهم انفصلوا بتحضر وكانت ليلى سعيدة من فصالهم لانها كانت شايفاء ان هو الحل المناسب ليهم بسبب اختلاف الطباع وكانت ستلا والدت ليلى علوي بتشتغل مقدمة ومعدة برامج في الازاعة المصرية في البرنامج الاوروبي وكانت دايما بتاخد ليلى واختها لمياء معها الازاعة وكانت بداية ليلى الفنية من هناك كانت ليلى بتشارك هي واختها في برامج الاطفال والبرامج دي كشفت عن موهبتها الكبيرة في التمثيل وشجعتها والدتها انها تدخل مجال الفن شركت ليلى واختها لمياء في صغرهم في فيلمين وبعدها انطلقت ليلى في مجال التمثيل لكن اختها لمياء ما حبتش الفن وقررت تبعد عنه تماما وقالت انا عايزة حياتي تبقى ملك ليا مش ملك الحد تاني فقررت تبعد عن الفن تماما اتجوزت لمياء من رجل من خارج الوسط الفني ورزقت منه بنتين هما فرحوا هنا ولما بنتها فرح كبرت اتجوزت من الفنان طارق الابياري احتفلت ليلى مؤخرا بجواز بنت اختها التانية هنا وظهر فيديو مؤثر لليلى وهي بتبكي وبتزغرد وهي بتجهز العروسة بنفسها وكأنها امها مش خلتها لتعرضت ليلها سنة 96 لصدمة شديدة بعد رحيل والدها بشكل مفاجئ واللي زود من حزنها انها كانت في الوقت ده بتصور فيلم المصير في سوريا فاخرت اول طيرة نزلة مصر وراحت دفنت ولدها ورجعت تكمل الفيلم قالت ليلى انها زارت ولدها قبل ما تسافر سوريا عشان تسلم عليه وما توقعتش رحيله وكشفت ان بعد رحيله دخلت فحلة اكتئاب وكانت اول مرة تفكر في الموت خاصة ان اتنين من اعمامها رحلوا بعد وردها بشهور قليلة فقررت من وقتها انها تهتم بحياتها الشخصية زي ما بتهتم بفنها لانها في الاول كانت حياتها كلها للفن بس وبسبب الاكتئاب ده ما اشتغلتش لمدة سنة كاملة وبعدها بدأت توازن بين شغلها وحياتها الشخصية عيشت ليلى قصة حب مع الفنان فاروق الفشاوي لكن في الوقت ده كان الفشاوي متجاوز الفنانة سمية الالفي فمرة زبطته كاتب جواب غرام الليلة علوي ولما وجهته اعترف لها انه بيحب ليلى فطلبت سمية منه الانفصال لكن ده او الانفصال بين سمية وفاروق بعدها تقدم فاروق لليلى لكن والدتها رفضت الجوازة تماما بسبب تعدد علاقاته واقتنعت ليلى برأي والدتها وبعرت عنه وقال فاروق في لقاء لي ان حب حياته الحقيقة هو ليلى علوي وندمان انه مقدرش تجوزها وفي برنامج كان بيقدموا الاعلام اللبناني نيشان سأل ليلى عن سبب رفضها للجواز من فاروق برغم قصة الحب اللي كانت بينهم لكن ليلى تدايقت من السؤال جدا خاصة انها كانت في الوقت ده متجوزة ورفضت ترد لكنها اعترفت انه فعلا تقدم لها والدتها رفضت اتجوزت ليلى مرة واحدة في حياتها وكان من رجل الاعمال منصور الجمال وهو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك ابن الرئيس الراحل حسني مبارك وتعرفوا على بعض في 2003 في حفل عشاء في بيت سفير مصر في بلشيكا وبدأت صدقتهم في الوقت ده واتطورت علاقتهم لقصة حب قوية وتجوزوا في 2007 وكانت ليلى عندها وقتها 45 سنة وكان عند منصور 63 سنة جاب منصور لليلى شكة الماز وكان مهرها عبارة عن يخت 8 مليون ونص دولار لكن بعد فترة من الجواز برق تحصل بينهم خلافات انتهت بالانفصال في 2015 بعد 8 سنين جواز ورفضوا يذكروا اسباب الانفصال اصارت ليلى جدل كبير بعد اعلانها تبنيها لطفل اسمه خالد وقالت انه ابن واحدة قريبتها فرقت الحياة وقررت تاخده تربيه وكان وقتها طفل رضيع وده بعد ما سألت شيخ في دار الافتة قال لها دي نعمة جتلك وعي ترفضيها ومن وقتها ربت وعش معاها كأنه ابنها فعلا وقالت ان وجوده كان نعمة في حياتها وظهرت ليلى في اكتر من لقاء مؤخرا مع خالد بعد ما دخل مرحلة الشباب وهو حاليا في العشرينات من عمره وبيتعامل مع ليلى كأنها امه فعلا